مطار كاركوك الدولي من أقدم المطارات في العراق والذي يضم مدرجين وكان يستخدم للأغراض العسكرية منذ عقود ثم استخدمه الجيش الأمريكي بعد الاحتلال كقاعدة له وبعد الحاجة الماسة لوجود مطار في المدينة سعت إدارة كاركوك لعودته مطارا مدنيا المطار في مراحل النهائية تماما نعمل مع سلطة الطيران لإكمال الإجراءات سلطة الطيران ستبعث لجنة المخططات ذهبت إلى جمعة تكنولوجية المصادقة معلوماتي أنه في هذا الأسبوع تنتهي مصادقتها بعد درب تأتي لجنة تعطينا مؤشرات لمطلوبة للمساعد النهائية أقوم هناك لجنة إجت من الإيكاو وآطتنا ملاحظات بسيطة ليست معقدة ونأمل أنه مع سلطة الطيران أنه خلال شهر المطار تأتي موافقات فتحه إدارة المطار تستعد مع سلطة الطيران المدني بوجود لجان مشتركة بخصوص الأعمال الفنية للإنجاز التام ومنح الموافقة كما سيوفر المطار فرص عمل لمواطني كاركوك والتنسيق مع الشركة المستثمرة والإدارة حاليا لدينا لجان مشتركة مع سلطة الطيران المدني لموضوع المتعلقات الفنية خصوصا المكاتب الاستشارية موضوع أكمال إجراء الفحوصات وتدقيق الفحوصات الجارية بعد أكمال ذلك رح تجينا لجنة من السلطة لتدقيق الأعمال على أرض الواقع داخل المطار وبالنتيجة رح يمنح الإجازة الخاصة بطيران منذ اكتشاف أول بئر نفط في كاركوك أنشئ هذا المطار لكنه توقف لعدة عوامل أبرزها سياسية وعسكرية لكنه يرى النور اليوم بعد إتمام إنجازه بنسبة 95% لتحلق أول طائرة منه إلى العالم قريبا سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك